أسأل حضرتك بقى يا دكتور هل الحالة النفسية ليها علاقة بصحة الجلد؟ جداً 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 ليه علاقة بصحة الجلد والشعر والضوافة وجميع عضاء الجسم يعني لو أنا الصحة النفسية بتاعتي مش جيدة أكيد هيكون عندي خلل في الجلد بتاعي في ضوافري في شعري العديد من المشاكل بتزهر الحمارة طيب هل في الحالة دي بيكون ده مرض ولا عرض؟ يعني هل أروح لحضرتك وأخذ أدوية ولا أنتظر لما صحتي النفسية تتحسن أكيد كل الأعراض اللي حصلت لي دي تتحسن يعني تنصح الحالة اللي هي كده تعمل إيه؟ حاجتين في عرض وفي مشكلة تمام لو أنا عندي مشكلة جلدية من الأول وتعرضت للتواطر أعرضها تزيد تمام يعني كل الناس عندهم أمراج اللي هي مزمنة لو تعرض للتواطر الأعرض بتزيد أما في مشاكل بقى التواطر بيعملها زي مثلا حب الشباب حب الشباب عرض وليس مرض الانفعالات للإنسان بتعرض لها تظهر حبوب وعايز أقول للناس حاجة حب الشباب ده مش مرتبط بس بالعشرين والخمسس سن هو اسمه حب الشباب لأنه بيبدأ إصابته الإنسان مع فترة الشباب يعني ممكن واحد عنده 40 سنة يجيب حب الشباب خمسين ثلاثين مش أول ما يتعرض لتنشن أو استرس هتزهر على طول الأعرض للحبوب فإذا دي مشكلة الشعر صوت الشعر طبعا حب الشباب كتير قوي أنلاقي بسهل واحد بتعرض للتواطر تجيوله أرتكارية الإجزيمة العصبية كلها بتيجي مع التواطر فالتواطر بيظهر لنا مشكلة طبعا توطرت وتعرضت بمشكلة وظهرت على جلدي لازم أروح لدكتور أمراض جلدية لازم طبعا يعني أي أعراض جلدية تحصل لي حتى لو أنا متوطر لازم أروح لدكتور جلدية وهو ليوصف لي العلاج الآمن السليم كتير أعطيها دي بدون تفكير أي مشكلة صحية هجيلي في ودني في عناية في أي حاجة في الجلد في الجلد أروح للمتخصص مزبوط اشتركوا في القناة